افتتحت دولة الإمارات محطة لتحليات المياه في مصر وذلك لتزويد 300 ألف شخص في قطاع غزة بمياه الشرب الصالحة وأكد الهلال الأحمر الإماراتي أن افتتاح المحطة يأتي ضمن مبادرة لإنشاء ثلاثة محطات لتحليات المياه لمساعدة أهل قطاع غزة في الحصول على مياه الشرب بسبب شح المياه في القطاع ترجمة نانسي قنقر